السلام عليكم معاكم انوار سنان واهلا وسهلا فيكم في قناتي اليوم باعلمكم كيف تعملون نقل محادثات الواتس اوب والصور والفيديوهات وكل اللي موجود بداخل واتس اوبكم الى جهاز اخر مثلا من جهاز ايفون الى جهاز اندرويد او من جهاز اندرويد الى جهاز ايفون ناس كثير يقولوا ان مش ممكن ومدري ايش لا ممكن وانا اقدر وسويت هاي الطريقة مرة ومرتين ثلاثة واربعة وعشر مرات كتير عملتها حتى اليوم بطبقها معاكم بستجلكم كل الفطوات وحتشوفون بعيونكم كيف سوينا طبعا في برامج مختلفة بس انا اخترت لكم الافضل وبنفس البرنامج تقدر تنقل كل الداة الموجودة بداخل واتس اوبك اه الموجود بداخل ايفون الى ايفون ثاني او من جهاز اندرويد الى جهاز اندرويد اخر طبعا اه البرنامج ممكن تستعمله مع برامج تانية غير الواتس اوب مثلا زي الكيك والفايبر واللاين والويشات اه في خيار والباك اوب البرنامج ومفيد جدا لكم اه طبعا انا هنا عملت حساب يعني عملت فيه شوية من حادثات اه وفيها كل انواع البيانات اللي انتم ممكن تشوفوها مثلا هنا في فيديو بعدين نص صورة اه ايموجي تسجيل صوت كونتاكت اه هنا ملف اه بدي اف شير لوكيشن كل هذه البيانات اللي شفتوها الان بننقلها الى جهاز الاندرويد بدون اي مشاكل حتى القروبات والحالات اللي انت شفتهم بيعمل منهم اه اه كوبي الجهاز الثاني بس تكون فيزبل خلال 24 ساعة فكل العالكم يا جمال انكم تتابعوا هذا الفيديو ليل اخير قبل ما نبدأ في الفيديو شركة وندرشير اكدت علي اني اذكر متابعين قناتي انهم عاملين على الايفون 11 اللي لسه ما نزل فاذا انت مو مهتم تقدر تعمل تخطي الى الثانية اللي انا بكتبها لك في الشاشة وتتابع الشرح تابع ريسور سوشيال اب اوكي فهذه المسابقة هي بدأت يوم 20 اغسطس 2019 وراح تنتهي يوم 25 سبتمبر 2019 وراح يعلنوا عن الفائز يوم 27 سبتمبر فطريقة الاشتراك بهذه المسابقة بسيطة الى حد ما بيقولك انك تعمل رسمة او اي حاجة مكتوب دكتور فونتين زي هذول الصور يعني شوفوا كيف يعني هذا اخذ الوان واخذ ورقة وكتب دكتور فونتين يعني بشكل مميز هذا استعمل الاكل طبعا مو شرط ان الشي اللي انت بتسويه وتصوره يكون حلو عشان تفوز لا تعمل اي حاجة المهم مكتوب داخلها دكتور فونتين اوكي بعدين تروح تعملها ابلود على الفيسبوك وتعمل هاشتاج دكتور فونتين وتعمل لهم منشين دكتور فونتول كيت اوكي مثلا تضغط على انتر ناو هنا تكتب اي حاجة اوكي بعدين تعمل كذا هاشتاج دكتور فونتين بعدين تعمل كذا منشين دي اار فونتول كيت لاذا البيج وتعمل ابلود للصورة اللي انت سويتها وصورتها بتعملها اوبين بعدين ناش طبعا انا ما انفع اشترك بمسابقة لاني اعمل بارسنلشيب مع الشركة بالنسبة للقواعد واشروط المسابقة تقدروا تشيكوا عليها من الرابط الخاص بالمسابقة الموجود اسفل في الوصف تضغط على رولز وتكرأها طبعا فائز واحد بيحصل على ايفون 11 والباقي بيحصلوا على سريلات وصف برنامج دكتور فون بيتم الاعلان عن الفائز عن طريق صفحتهم الخاصة بالفيسبوك ويتواصلوا مع الفائز عن طريق حساب الفيسبوك اللي هو اعمل منه البوست ويكون الرد خلال خمسة ايام وهذا كل شيء تعلق بالمسابقة اذا ما كنتم مشترك فيه قناتي اتمنى انك تروح تشترك الان فيها وتفعل جرس الاشعارات وتعمل لايك كومنت شير اول خطوة هي انك تحمل برنامج دكتور فون من الرابط الموجود اسفل في وصف هذا الفيديو فبعد ما تدخل عليه بيفتح لك موقع التحميل زي ما انت شايف الان تضغط على داولود ناو من هنا على حسب نظام تشغيلك ويندوز ولا ماك الحلو بهذا البرنامج انه يدعم اثنين انظمة تشغيل اي او اس والاندرويد يعني البرنامج مو محدد لنظام معين فتقدر تستعملها على النظامين بسهولة فبعد ما تحمل البرنامج وتعمل تثبيت بكمبيوترك تروح تفتحها اذا طلب منك اي اذونات تعطيه اوبن ويشتغل معك عادي طبعا هذا هو برنامج دكتور فون الشهير يحتوي على العديد من الادوات من هاللي شرحناه في السابق بحطلكم الفيديوهات في البطاقات داخل الدايرة للمهتمين يروحوا يشوفوهم انا بهذا الفيديو بس باتكلم على اداة ريسور سوشيال اب بروح افتحها طبعا برنامج دكتور فون او اداة ريسور سوشيال اب اه هي مدفوعة وانت لما تحمل البرنامج بس يعطيك تجربة مجانية لبعض المزايا فعشان تحصل عن مسخة كاملة تضغط على زر السلة وتروح تشتري البرنامج بعدين تفعله اذا انت ما عندك فلوس او مش عايز تدفع فبساطة انك تدور كراك او باتش للبرنامج على الانترنت وتعمله لهاك وحشتها لماك عادي مجانا طبعا ما قدر اضطلكم هذه الاشياء لانه ممنوع على اليوتيوب بس لوحظة وفرت 2 نسخ مدفوعة لمتابعين قناتي نسخة للماك ونسخة الويندوز فاول شخصين يكتبوني تعليقات اسفل انهم بحاجة البرنامج ويكتبوني نوع نظام تشغيلهم ويقبريدهم الالكتروني انا برسله النسخة اول شخصين عندي نسخة واحدة للويندوز ونسخة واحدة للماك طيب الآن عندنا الدكتور فون رسور سوشيال اب هذه الواجهة تبعة هنا بتشوف البرامج المدعومة واتس اوب لاين كيك فيبر ويشات هذو الاربع البرامج الاين والكيك والفايبر والويشات بنفس آلية العمل بشرحها لكم باختصار مثلا انت عندك محادثات ويشات داخل تليفونك عاود تعملها باك اوب نسخ احتياطي بداخل جهازك والكمبيوتر تعملها باك اوب فبعد ما يخلص وتتم العملية انت تقدر تعمل لهم اكسبورت الى الكمبيوتر تبعك كملف اتش تي ام ايل وتتصفح المساج وباوريكم هذا الشيء في الواتس اوب لما بشرح لكم بعد قليل او عنده خيار ثاني هو انك تسترجع هذه المحادثات على نفس الجهاز اللي انت عملت منه باك اوب يعني التلف عليك ضيع التاتا تقدر تسترجع او انك تعمل لها ريستور على جهاز ثاني جديد يعني في حال انت بتنقل من جهاز قديم الى جهاز جديد اوكي هذا بالنسبة لشرح هذه الاربع البرامج يعني بسرعة انا بهذا الفيديو بركز على الواتس اوب لان الاكثر استعمال الاكثر طلب عندك هنا اربعة خيارات الخيار الاول هو انك تنقل الداتا تبعك الموجود داخل واتس اوب فيديوهات صور التسجيلات الصوتية رسائل من جهاز الى جهاز سواء كان من نفس النظام التشغيل او من نظام تشغيل مختلف مثلا من اندرويد الى اندرويد او من ايفون الى ايفون او من اندرويد الى ايفون او من ايفون الى اندرويد كله ينفع عن طريق هذه الاداة اوكي عندك الخيار الثاني هو انك تعمل نسخة احتياطية للمحادثات الواتس اوب تبعك بداخل الكمبيوتر بعدين تقدر تعملها اكسبورت كاملة في اتش تيميل وتصفحهم اوكي وهذه النسخة اللي انت سويتها هنا ممكن فيما بعد انك تسترجعها على جهاز اي او اس او جهاز اندرويد سواء هو نفس الجهاز اللي انت عملت منه الباك اوب او في اجهزة جديدة انا في البداية بشرح لكم الباك اوب بعدين بشرح لكم النقل بدخلوا على الباك اوب روح وصل جهازي الايفون الكمبيوتر الان بيقول لي اختار الجهاز اللي انا عاوز عمله باك اوب الايفون او جهاز السوني G61503 انا عاوز اعمل باك اوب للمساج الموجودة داخل جهاز الايفون الخاص بالواتس اوب عمله نيكست انتظر لحد ما اعمل كونيك اللي يتم الاتصال بنجاح هنا بيقول لي العملية الان صفر من مئة ننتظر لحد ما توصل مئة بالمئة الان انتهت عملية النسخ الاحتياطي بنجاح اضغط على عرض الان هنا بيقول لي النسخ الاحتياطية موجودة بالجهاز الكمبيوتر تبعي اللي محادثات الواتس اوب هنا بتشوف اسم الجهاز هنا الفيرجين تبعه تاريخ الباك اوب وحجم الملف والسيريال نمبر هنا عنده خيار عرض وخيار حاثف انا مثلا بحذف هذه النسخة القديمة مالها delete هذه النسخة الجديدة اللي عملناها الان بعملها view الان طلع على المحادثات زي ما انت شايفين هي بتطعم ضلالة عشان ما يكون في اي انتهاك للخصوصية اوكي الان انت عندك عدة خيارات مثلا تعملهم كذا select من هنا للكل بعدين تعملهم print طباعة هذا الخيار الاول والتابع الخيارات عندك الخيار الثاني هو انك تعمل recover to computer مثلا بحطوه بالdisk top وهذا الشكل بعطي export عندي هذا الملف تم انشاؤه بداخله ملف whatsapp هنا بنشوف يعني كذا حطوه داخل ملف csv وهنا بداخل ملف html نفتحه زي ما انت شايفين هنا بيقول لك اسم الشخص اللي كنت بتراسله من بدل المحادثة بيكون باللون الاخضر والرد باللون الباهت هنا hi هنا مثلا فيديو عملت ها 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 وهنا صورة يعني المحادثات العادية طبعا هو ما في رسالة كثيرة انا عرضت عليكم اول نرجع على البرنامج عندك خيار ثاني هو انك تعمله resort to advice تختار الجهاز اللي انت عاوز تعمله resort طبعا انا ما بعمل كذا بوريكم بشكل احسن نرجع الى البرنامج ندخل مرة ثانية طبعا البكاب اللي احنا سويناه هنا نقدر نعمله resort على جهاز iphone يعني نفس الجهاز ولا جهاز ثاني بالضغط على هذا الخيار ومتابعة العملية او على جهاز underweed جديد ومتابعة العملية عادي طبعا انا بخلي الموضوع شوي complicated اه انقل data من داخل جهازي الايفون الى جهاز underweed اوكي بالضغط على الخيار الاول افتح الان جهازي الايفون تعرف اللي هو source المصدر اوكي هذا الجهاز اللي بيتم نقل data منه الجهاز الثاني لسه ما وصلته بالكمبيوتر اوصله الان وحيكون هو في destination الواجهة اتوصل بكل نوع الجهاز samsung اه اروح على about phone تابعوا هذه الخطوات لما انتو توصلوا جهازكم بالكمبيوتر وتفعلوا خيارات المطور تقول لك software information بعدين تضغط عليها سبع مرات حتى تطعلك خيارات المطور تعمل لك اذا enable بعدين تفعل تصحيح اخطاء USB تعطيها enable وبعدين تعطي كذا موافق بجهازك الكمبيوتر هنا بعمل open اها الان تم الاتصال بنجاح بعمل الان transfer اعطيه اوكي الان انتظر لحد ما يكمل هذه الخطوات انهم خمسة انا بسرع الفيديو الان بيقول لي اروح على الاب اكسس مانيجمنت وافعل خيار التخزين للواتس اوب الان دن انا فعلت خيار التخزين اعطيه نيكست الان بيقول لي الان فتح لي الواتس اوب بداخل الجهاز ضغط على الموافقة المتابعة ادخل رقم التليفون تبع الواتس اوب اكيد نفس الرقم اللي كان بداخل الجهاز القديم اللي احنا نقلنا الداتا تبعه ما ينفعل لان البيانات ما رح تظهر اذا حطيت رقم ثاني اوكي اذا انت عاوز تستعمل رقم ثاني في الجهاز الجديد اولا استعمل الرقم القديم لحد ما تطلع البيانات بعدين اعمل تحويل الرقم فضعت الان على التالي بكل يتأكد ان الرقم صحيح اعطيه تم ممكنك التحقق اعمله متابعة اعطيه سماح الان ننتظر لحد ما يوصلني الكود ان شاء الله يكون فيه تغطية عشان يوصل الكود بسرعة اصلا في المنطقة اللي انا فيها تغطيه مش تمام بالمرة اعم اعطيه متابعة اعطيه السماح اعطيه اعطائد طبعا احنا ما علينا من البكاب الموجود بداخل اسابة للجوجل درايب من الان بنضغط هنا على continue هنا تكتب الاسم اعطيه اعطيه continue الان بيعمل الان بيعمل الان بيعمل الان بيعمل الان بيعمل بيقول لي ان تمت العملية بنجاح اعطيه اوكي نشوف هنا تمت الاسعادة بنجاح هنا طلعت المحادثات بالترتيب نفسه وما في اي فقد هنا نفس المجموعة اللي كانت موجودة حتى يمكن لو نرجع على الحالات بتطلع الحالات الحالة تبعي اللي كانت موجودة اختفت لانها قد عد عليها 24 ساعة والحمد الله تمت العملية بنجاح زي ما تشايفين هذا كان كل شي عندي اليوم الى هنا نوصل الى اخر الفيديو ولا تنسوا تشتركوا في قناتي وتفعلون جلس الاشعارات عشان تتوصلوا بجديد الفيديوهات تعملون لايك للفيديو وتشوفوا الفيديوهات السابقة لديكم اي اسئلة و تسسارات تكتبوا لي اسئلة التعليقات وانا برد عليكم في اقرب وقت واذا تحب تزوروا مدونتي انورسلان.com وتقرؤوا المقارات الموجودة عليها فكون شكرا لكم مع السلامة اشتركوا في القناة